تحركات الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي ونبدأ من وول ستريت هذه المرة والداو جونز الذي يسجل مكاسب أسبوعية بقرابة الواحد ونصف النقطة المئوية وهذه المكاسب تعتبر هي أفضل مكاسب أسبوعية سجلها المؤشر منذ مايو الماضي لكن التحركات أيضا كانت واضحة على الأسهم التكنولوجية وخاصة بإنفيديا التي وصلت أيضا إلى قمة الشركات من حيث القيمة السوقية الأعلى عالميا وبالتالي جلسة يوم الجمعة كانت هناك ردة فعل على السهم بتراجعات وعمليات تصحيح بتراجعات كانت على السهم مما جعل السهم يتراجع خلال الأسبوع الماضي ليكسر سلسلة مكاسب استمرت لقرابة تسعة أسبوع اللافت لدينا أيضا في التحركات البيانات الاقتصادية الهمة التي صدرت خلال الأسبوع الماضي إن كنا نتحدث عن النشاط التجاري في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو والتي سجلت أيضا أفضل أداء منذ قرابة ستة وعشرين شهرا تقريبا بالنسبة لهذه البيانات التحركات للأس ان بي فايف هنرد الأسبوع الماضي على مكاسب بستة عشر النقطة المئوية اللافت لدينا كانت التحركات على الدولار واختبار مستوياته ما زال فوق مستويات المئة وخمسة وبالتالي هذه تعتبر أعلى مستويات في ثمانية أسابيع وبالتالي مكاسب أسبوعية بعشرين النقطة المئوية لمسنا هذه الارتفاعات القوية كانت وأيضا على عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات تأتي أيضا في ظل بعض التصريحات التي سمعناها وخاصة من رئيس الفدرالي الأمريكي في مينابوليس والذي تحدث بأن التضخم لربما قد لا يصل إلى المستهدفات الاثنين في المئة قد يحتاج إلى عام أو عامين بالانتقال إلى التحركات أيضا في ظل البنوك المركزية التي شاهدناها الأسبوع الماضي لدينا بنك إنجلترا والذي ثبت معدلات الفائدة عند مستويات الخمسة وربع في المئة ما زالت هي عند أعلى مستوياتها في ستة عشر عاما وبالتالي هذه الخطوة التي شاهدناها من عدد من البنوك المركزية تأتي في الوقت التي تسعر أيضا فيه الأسواق للفدرالي الأمريكي أن يبدأ عملية خفض معدلات الفائدة في شهر سبتمبر بقرابة خمسة وستين في المئة يورو نيكس 200 على مكاسب بواحد ونصف النقطة المئوية على الرغم من الإغلاقات في النطاق الأحمر التي كانت في جلس التدولات يوم الجمعة بضغط من القطاع المصرفي الفوز الذي شاهدناه بالنسبة لليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية في البرلمان الأوروبي يبدو بأن الأسواق استوعبت هذه الخطوة وأيضا لدينا الانتخابات المبكرة في فرنسا وفي بريطانيا على المراقبة التحركات للخامات وخاصة لأسعار النفط تأتي في ظل التوترات الجيوسياسية التي عادت إلى المشهد من جديد مما أعطت الارتفاعات للأسبوع الثاني على التوالي بالنسبة لخام برينت أيضا كان هناك توقعات من جي بي مورغان الذي تحدث بأنه قد يصل خام برينت لمساوية التسعين دولار بشهر سبتمبر في ظل الطلب القوي على الوقود وخاصة مع موسم العطولات كانت هناك بعض الأخبار التي ذكرت أيضا بأن ارتفاع استهلاك البنزين لتسعة فاصل أربع مليون برميل الأسبوع الماضي وبالتالي هذا ما كان لدينا تحركات واضحة الخام الأمريكي كانت على مكاسب أيضا خلال الأسبوع الماضي الذهب كانت تحت الضغط نتيجة الارتفاعات الواضحة في أسعار تحركات التي كانت على الدولار وأيضا عوائد السندات الأمريكية وبالتالي كان هناك علينا ضغط بقرابة النصف النقطة المئوية للذهب وأيضا استقرار عند مساوية 2320 دولار للأنصة ترجمة نانسي قنقر